رياضياً وضمن تصفيات كأس العالم لكرة السلة دورة 2019 خاض منتخبنا الوطني الساو لكرة السلة ثلاثة مباريات خسر إثنتان منها وفاز بواحدة الأمر الذي يؤهله لخوض مباراة ذهب والتي ستجرى في دولة الكاميرون عباس أبوكاء مصطفى مشاركة المنتخب الوطني لكرة السلة الساو في تصفيات كأس العالم لكرة السلة دورة عام 2019 التي ستحتضنها دولة الصين الشعبية جاءت مشاركة الساو بدلاً من منتخب جنوب إفريقيا لكرة السلة خاض منتخب ساو لكرة السلة ثلاث مباريات أمام نظرائه في المجموعة عملاً بالفوز للمشاركة في كأس العالم لكرة السلة فالمباراة الأولى واجه منتخب ساو خصمه الكاميروني لكرة السلة رغم المباراة متكافئة ولكنها خرجت بخسارة منتخب ساو بنتيجته 65 نقطة مقابل 60 نقطة لصاله منتخب الكاميروني لكرة السلة أما في المباراة الثانية فقد هزم منتخب ساو أيضاً عمام منتخب تونس بنتيجته 101 نقطة مقابل 40 نقطة لصاله منتخب تونس لكرة السلة اللقاء الأخير لمنتخب ساو لكرة السلة مع منتخب غينيك ونكري حيث أبرز لاعبوا منتخب ساو مهاراتهم وتغلبوا على منتخب غينيك بنتيجة 85 نقطة مقابل 55 نقطة هذه تعتبر مباراة الذهاب استطاع منتخب ساو التأهل فيها بقيت مباراة الإياب ذلك وفقاً لندم الاتحاد الدولي لكرة السلة بهذا الخبر رياضينه معكم هذه النشرة دمتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله